فخليني أسأل السؤال اللي منسمي سؤال المليون دولار هل سجل الحفريات يتطفق مع النشوء والارتقاء أم مع الخلق الكتابي؟ هذا هو السؤال الحقيقة أسيس نزار ده سؤال هام جدا جدا لأن ناس كتيرة بتقول الحفريات دي أخدت ملايين السنين وإنها بتتماشى مع النشوء والارتقاء إحنا في الحديث بتاعنا هنشوف أن الحفريات دي لا تتماشى مع النشوء والارتقاء وداروين نفسه اكتشف وقال أني ما عندناش الحلقات المتوسطة بين الكائنات المختلفة وقال أنه لأن البحث لما هيكتر في طبقات الأرض هنوصل للحلقات المتوسطة وهو علم الجيولوجيا الجيولوجيا والبليانتولوجي اللي هو علم الكائنات المتحفرة ودراستها عشان نشوف إذا كان في حلقات متوسطة عبر ملايين السنين العلم ده كان حديث طبعا وقت داروين بعد حوالي 150 سنة من كتابه لازال علم البليانتولوجي ده بيقول أنه ملقناش الحلقات المتوسطة فهو بيقول أني ده كانت أكتر تهديد لنظرية النشوء والارتقاء لو ملقناش الحلقات دي اللي هي بين الكائنات فمثلا لو فيه سمكة عايزة تطير مثلا فلازم تكون أجنحة لازم بقى فيه مرحلة الأجنحة دي مش قوية فلا قادرة تعيش في المية ولا قادرة تطير فالحلقات المتوسطة دي مش موجودة عايز في الأول أول ما بنقول كلمة حفرية معناها إيه حفرية معناها كائن كان عايش وبعد كده مات وتحفر يعني إيه تحفر إن عادة العظام بس برضو الأجزاء الرخوة ممكن تتحجر دخلت فيها أملاح واحتفظت بشكلها ودي موجودة في طبقات الجبال في الجبال الرملية ودي اللي فيها الحفريات فيه جبال تانية اسمها إجنيس روكس الإجنيس روكس دي اللي هي طالعة من الحمم البركانية دي ما فيهاش حفريات يعني دي ملتهبة جدا لكن الحفريات موجودة في الطبقات الرسوبية الرملية تمام لما بنقول كلمة حفرية أول انطباع لو سألت كم يستغرق تكوين الحفرية الإجابة السريعة اللي في كلنا هنقولها ملايين السنين دي حتى بقوله بلايين بالزبط بس القضية بقى لما نفكر فيها هنلاقي موضوع مختلف تماما الحفرية تعتمد على الظروف اللي تحطت فيها هذه العظمة لما ماتت لو فيه أملاح كتيرة ومعادن كتيرة وضغط وحرارة هتتحفر بسرعة وده أثبتوا الجماعة اليابانيين حطوا عظمة في محلول مليان أملاح وتحت ضغط وحرارة تحفرت في ظرف أسابيع فهي ما تعتمدش على الزمن تعتمد على الظروف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة